اتفق نادر الاسماعيلي بشكل شبه رسمي مع المدير الفني اهاب جلال لتولي مهمة الدرويش الفنية خلال الموسم المقبل بعد رغبة اللجنة الفنية بوجوده على رأس الجهاز الفني لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية والمنافسة على القمة في مسابقة الدور المصري الممتاز بعد سنوات من الوجود في مناطق الهبوط بجدول الدوري وكان اهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر الاول ومصر المقصة والزمالك وعدد من الاندية تولى تدريب الاسماعيلي من فترة قريبة ويعلم بجميع الازمات التي يمر بها النادي خلال الفترة الحرية ولكن هناك بعض الازمات التي ستواجه المدرب وجهازه الفني خلال الموسم المقبل في مقدمة هذه الازمات بالطبع رحيل نجوم الفريق وافضل العراصر بسبب انتهاء تعقده معدم الرغبة في البقاء وكان اول اللاعبين الذين رحلوا هو احمد مدبولي صنع لعاب الفريق والذي رحل لفريق البنك الاهلي في صفقة انتقال حر واللاعب الثاني الذي اقترب من الرحيل هو محمد الشامي بجانب سيرجي اكا الذي اقترب من البنك الاهلي الذي ايضا يعد افضل لاعب القلعة الصفراء بجانب العروض القوية لكل من باهر المحمدي قائد الفريق وعبد الرحمن مجدي الجناح الايمان وبالطبع سيعاني الاسماعيلي من عقد صفقات جديدة الا في حال انتهاء النزاع مع فيفا وحل ازمة القيد بعدما ارسل فيفا خطاب رسمي لاتحاد الماصر لكرة القدم منذ ايام بايقاف القيد على النادي الاسماعيلي بسبب اللاعب التونسي نور الزمان الزموري وكان نور الزمان حصل على حكم من جانب فيفا بتغريم الاسماعيلي 600 الف دولار لصالح اللاعب في الخامس من مايو الماضي ومنح الاسماعيلي مهلة للسداد لمدة 45 يوم الا ان النادي لم يسدد الغرامة ولذلك على الاسماعيلي حل الازمة الخاصة بالقيد خاصة وان اي لاعب من كبار الفريق ونجومه سيكون التعويض بالتعاقد مع لاعبين اخرين صعب للغاية بسبب ايقاف القيد عن الدرويش ترجمة نانسي قنقر